ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن جهر المشركين في عبادتهم ويرلا من تلك الأصنام والأوثان التي لا تملك لهم الضر ولا تملك لهم النفع بلا دليل قادهم إلى عبادتها ولا حجة أدت إلى عبادتهم إنما هي مجرد آراء وتشهي وأهواء فهم يقاتلون في سبيل هذه الأصنام ويوالون ويعادون لها ومن أجلها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الآية وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا أي عوناً في سبيل الشيطان على سبيل الله عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله وقول الله سبحانه وتعالى وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا فِيهَا تَأْوِيلًان الأول أن الظهير بمعنى المعين فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك ذلك أن الكفار يُعِينُونَ عَلَى رَبِّهِمْ غَيْرَهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ وَيُعِينُونَ الشَّيْطَانَ بِأَنْ يُطِيعُوهُ وَيُظَاهِرُهُ التأويل الثاني ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره وهو أن يكون الظهير فعيلاً من قولك ظهرت الشيء إذا طرحته وراءك ظهرية إذا طرحته وراء ظهرك واتخذته ظهرية وفي هذا توبيخ واحتقار لهؤلاء الكفرة ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك أي ما أرسلناك يا محمد إلا لأنبعين البشارة والنذارة تُبَشِّر المؤمنين وتُنذِر الكافرين وما أرسلناك إلا مُبَشِّرًا ونذيرًا تُبَشِّر بالجنَّة من أطاع الله وتُنذِر بين يدي عذابٍ شديدٍ لمن خالف أمر الله ثم أمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الكفار المدعوين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ أي هذا البلاغ وهذا الإنذار لا أسألكم عليها أجراً وأُجرةً أطلُبُها من أموالكم وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى ذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا أي طريقًا ومسلكًا ومنهجًا يقتدي فيها بما جئت به ومن العلماء من فسَّر الاستثناء بتفسيرٍ آخر فقال المعنى لا أسألكم أجرا إلا الإنفاق في سبيل الله فهو المسؤول وهو السبيل إلى الرب والتأويل الأول أظهر التأويل الأول أظهر ثم قال الله سبحانه وتوكل يا محمد دعوة للمحمد ولأتباعه وتوكل على الحي الذي لا يموت أي في أمورك كلها كن متوكلاً على الله الحي الذي لا يموت أبداً لا تتوكل على تلك الأصنام والمعبودات التي لا تنفع بل توكل على الباقي على النافع على الضار الذي يملك النفع والضر وتوكل على الحي الذي لا يموت أي في أمورك كلها كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والبطل وهو بكل شيء عليم أي الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وسبِّح بحمده أي اقرن بين حمده وتسبيحه ولهذا كثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يقرن بين التسبيح والتحميد أي أخلص له العبادة والتوكل ثم قال سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وبالتالي ستة أيام مقدرة ثم استوى على العرش أي يدبر الأمر ويقضي للحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش استواءً يليق بجلال الله عظمته والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا بالنسبة إلى العرش كقلادةٍ وضعت في ثلاث فسبحانه قال والله عز وجل سبحانه قد استوى على عرشه والاستواء معلوم والكيف مدهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس فاسأل به خبيراً أي استعلم من به أو استعلم عنه من هو خبير به فاتبعه واقتب به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله من عبده ورسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانَ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا قال الله تعالى منكراً على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأندات أسجدوا للرحمن قالوا وَمَا الرَّحْمَانَ لا نعرف الرَّحْمَان لا نعرف الرَّحْمَان وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرَّحْمَان كما أنكروا ذلك يوم الحُدَيْدية حين قال النبي صلى الله عليه الحُدَيْدية حين قال النبي صلى الله عليه الكاتب أكتب باسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيم فقالوا لا نعرف الرَّحْمَان ولا الرَّحْمَان ولا الرَّحِيم ولكن أكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم فأنزل الله قل يدعو الله ويدعو الرَّحْمَان أي ما تدعو أنسجد لما تأمرنا يعني فقط تقول لنا أسجد ونسجد وزادهم نفورا أي استكبار فقد ذكروا في هذه الآية تكلموا عن القرآن وتكلموا عن الرسول الذي جاء بالقرآن ولما أمرهم بالسجود أبوا واستكبروا وزادهم نفورا ثم قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهذا هو الموضع الثالث الذي ذكر الله فيها عز وجل كلمة تبارك يقول سبحانه وتعالى موجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماء من البروج ما هي البروج قال بعض المفسرين هي الكواكب العظام وقال بعض المفسرين هي قصور في السماء من راجحي والأخوة الكواكب لماذا لأنها هي التي تشاهد حال نزول القرآن والقرآن لا يتكلم عن شيء غيب شيء لا يرونه ولذلك لما أقسم الله عز وجل إنما يقسم بشيء بشيء معروف والسماء ذاتي البروج ليس في القصور التي في السماء هل يقسم بشيء لا يرونه إنما يقسم الله وهذه عادة القرآن في القزة أن يقسم بما هو مشاهد ومعروف كما قرر ذلك ابن القيّر رحمة الله عليه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا السراج ما هو الشمس المنيرة كما قال سبحانه وجعلنا سراجا وهاجا ثم قال وقمرا منيرا أي مضيئا كالسراج في الوجود ثم قال سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه أن يخلف كل واحد منهما آخر يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذا قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه أن يخلف كل واحد منهما آخر وقيل جعل الليل والنهار خلف أي مختلفين هذا بسواده وهذا بضياءه لماذا جعل الليل والنهار؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهما وصفان لعباده وصفهم الله عز وجل في هذه الآية وهو التذكر والشكور ثم قال سبحانه وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا عِبَادُ الرَّحْمَانِ العبودية نوعان العبودية العامة وهي عبودية الربوبية كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وهذه العبودية يشترك فيها الخلق كلهم الثالي العبودية الخاصة وهي عبودية التأله والعبادة هذه الآية أي نوع من أنواع العبادة المقصودة العبادة العامة والخاصة العبادة الخاصة وعباد الرحمن أي الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وتأله له وأضافهم إلى الرحمن ليدل على أنهم حصلوها برحمة الله وتوفيقه الأرض الذين يمشون على الأرض هونة أي بسكينة ووقار وبغير استكبار كما قال سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا ورؤيا عن عمر أنه رأى شابا يمشي ويدا فقال ما بالك أأنت مريض قال لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدره وأمره أن يمشي بقوة فالمراد بالهون هنا هي السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة ثم قال سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا سفها عليهم الجهال بالقول السيء وخاطبوهم لم يقابلوهم بجهل مثله بل يعفون ويصفحون وليقولون إلا خيرا كما قال سبحانه وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فقالوا سلاما أي سدادا وقيل ردوا ردا معروفا من القول وقيل سلاما أي سلامة وبراءة مما ذكر وكل هذه الأقوال مرادة ثم وصفهم الله تعالى بوصف آخر فقال والذين يبيتون يربهم سجد وقيم ما مناسبة هذه الآية لمن قبلها قال العلماء إن الله عز وجل لما وصف نهار عباده ذكر في هذه الآية وصف ليلهم فهم يبيتون والبيات لا يكون إلا ليلا يبيتون لربهم سجدا وقياما كما قال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولذلك قال يبيتون سجد وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما دائما ولذلك قال الحسن كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام وإنما الغرام هو اللازم ما دامت سماوات والأرض ثم قالوا إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المنزل النار وبئس المنظر منظر النار وبئس المقيل والمنزل منزل أهل النار ثم وصفهم بوصل آخر في أموالهم فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق حاجتهم ولا بخلا على أهلهم فيقصرون في حقهم فإنهم قوم وسط ليسوا بأهل إصراف ولا تبذير فالسرف مذموم والتبذير مذموم وكان بين ذلك قواما كما قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست ثم قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ماذا تلاحظون في صفاتهم الآن بدأ بنوع آخر قال بعض أهل العلم إن الصفات المذكورة قبل هذه الآية هي صفات تحلَّوا بها وهذه الصفات الآن صفات التخلِّ فمدحهم الله عز وجل بما تحلَّوا به وبما تخلَّوا وبما تخلَّوا عنه فقال والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون خصَّ هذه الأمور الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر ففي الشرك فساد الأديان وفي القتل فساد الأبدان وفي الزنا فساد الأعراض وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله مدًّا وهو خلقك قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خاشية أن يطعم معك قال ثم أي؟ قال أن تزاني حريلة جارك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما أي نكالا أي ومن يفعل واحدًا من هذه الأمور المذكورة يلقى نكالا وقيل جزاءًا وهو أشبه بظاهر الآية يلقى أثامًا أي جزاءًا لأن الله عز وجل فسَّره بما بعده إذ قال يُضاعف له العذاب يوم القيامة يُضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرَّر عليه ويُغلَّض ويَخْلُد فيه مُهَانًا أي حقيرًا أي يخلُد في ذنبه وفي عذابه مُهَانًا حقيرًا ذليلا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً أي إلا من تاب في الدنيا إلى الله عز وجل والتوبة أيها الأخوة لابد أن تكون قبل ماذا قبل غرغرة الروح فمن تاب تاب الله عز وجل عليه وفي ذلك في هذه الآية أيها الأخوة دلال على صحة توبة القاتل ولا تعاوض بين هذه الآية وبين آية النساء التي قال الله عز وجل فيها وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا فإِنَّ تِلْكَ مُطْلَقَةَ وَهَذِهِ مُقَيَّدًا فيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدُ فآية النساء تُحْمَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَتُبُ وهذه الآية تُحْمَلْ عَلَى التَّائِبُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُوا اللَّهُ سِيَّآتِهِمْ حَسَنَاتِ قولان لأهل العلم في معنى التبديل هنا القول الأول أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات فكما أنهم كانوا يعملون أعمالاً سيئة فإنهم بعد التوبة سيعملون أعمالاً حسنة وهذا معنى التبديل على هذا القول أي أن الله بدل أعماله من سيئات إلى حسنات وهذا يكون ماذا؟ للدنيا القول الثاني أن تلك السيئات تنقلب بنفس التوبة إلى حسنات تنقلب بنفس التوبة إلى حسنات وهذا قد تبتت به السنة وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروج من النار وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة يؤتى بالرجل فيقال فيقول نحوا كبار ذنو به وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع ينكر ذلك شيء من ذلك شيء فقال فإن لك بكل سيئة حسنة فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا ما تام المسألة فيها تبديل وقد ذكرت صغار فإني يا رب قد عملت أشياء كبيرة أريد حسنات تبيرة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده نشوفك في رحمة الله عز وجل فالتبديل يا أخواني هو تبديل حقيقي فالسيئة بعد التوبة تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى حسنة ثم قال سبحانه وتعالى مخبراً عن عموم رحمته بإباده وأن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان جليلاً أو حقيق كبيراً أو صغيراً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاب أي فإن الله يقبل توبته كما قال سبحانه ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً وقال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ثم قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً لا يشهدون الزور الزور كل باطل زور وزغره فأعظمه الشرك فأعظمه الشرك ويصدق عليه ما ذكره أهل التفسير هنا من المعاصي لأن العلم هنا أو بعض السلف قال بعضهم أن لا يشهدون الزور قال له الشرك وقال بعضهم الكذب وقال الفس وقال اللغو وقال الباطل وقيل الله والغناء ولا تعارض لأن الزور يا أخواني يشمل هذا كله فأعلاه الشرك وهو درجات ما معنى لا يشهدون الزور قال بعض أهل العلم المقصود بها شهادة الزور وهي الكذب العمد كما ثبت في الحديث الصحيح أنه السلم قال ألا نبذيكم بأكبر الكبائر ثلاثة قال يقولنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور هذا القول الأول في معنى والذين لا يشهدون الزور القول الثاني أخواني أن المراد لا يشهدون أي لا يحضرون فيكون الشهود بمعنى المشاهدة أما القول الذي تبقه فيكون بمعنى الشهادة الفرق بين القولين يا أخواني أن هذا القول يكون بمعنى المشاهدة أي لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور سواء كان شركاً أم لهواً أم غناءً أم باطلاً أم فحشاً أم فسقاً وهذا أعم لا أخص أعم وهو الأولى لأنه يدخل فيه شهادة يدخل فيه القول الأول وإذا مروا باللغو مروا كراما أي إذا مروا عغضا مروا بشيء من هذا مروا كراما لم يتدنسوا منه بالشيء ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانًا فهذه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا توليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانًا بخلاف الكافر الذي إذا ذكر بآيات ربه استمر على حاله وأعرض كأن لم يسمعها أصم أعمى ثم قال سبحانه وتعالى والذين يقولون أي هؤلاء العباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أن يسألون الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شركة سبحان الله فلم يكتفوا بعبادتهم وإنما دعوا ربهم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده وقرة عين يحتمل أن يكون من القرار ويحتمل أن يكون من القر وهو البرد وهو الأشهر لأن دمع السرور يقولون بارد ودمع الحزن ساخن فمن هذا يقال أقر الله عينك وأسخن الله عين عدوك أقر الله عينك فهي هم يسألون الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم ما تقر به أعينهم سرورا يعبدون الله عز وجل ويحسنون في عبادته ثم قال سبحانه وتعالى وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قال النخاعي رحمه الله لم يطلب الرياسة أعني لم يطلب واجعلنا للمتقين إمامًا يعني أن نكون أمراء ورؤساء على المؤمنين بل أرادوا أن يكونوا قدوة في الدين وهذا حسن يطلب ويسعى إليه فليس المقصود من دعاء المؤمنين يا أخواني وحدكم كيف أن عباد الرحمن يمشون على الأرض هون ويسألون أن يكون أمراء ورؤساء والناس تبعوا لهم نقول المقصود واجعلنا لمتقين إمامًا أي قدوةً يُقتدى بنا في الخير كما قال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة يعني إيش؟ إمامًا ثم قال الله سبحانه وتعالى أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَة أي غُرَف أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ أي يوم القيامة ومناسبة هذه الآية أن الله عز وجل ما ذكر أوصاف عباده المؤمنين ذكر جزاءهم أي هؤلاء أُولئك المُتصِّفون بهذه الصفات يُجْزَوْنَ يوم القيامة الغُرْفَة وهي الجنة سُمِّيت غُرْفَه لارتفاعها بما صبروا على القيام بذلك والصبر يشمل الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله ويلقَّون فيها أي في الجنة تحيةً وسلامًا أي يُبتدرون فيها بتحية والإكرام خالدين فيها أي خالدين في هذه الجنة حسُنت مُستقرًّا ومُقامًا أي حسُنت منظرًا وطابت مقيلاً ومنزلاً بخلاف منزل أهل النار المذكور في هذه السورة ثم قال الله سبحانه وتعالى قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي أي لا يُبالي ولا يكترِث بكم إذا لم تعبدوه فإنه إنما خلَقَكم لعبادته وتوحيده وتسبيحه قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ أي لولا إيمانكم ما بالَ بِكُمْ وَلَا اكْتَرَثَ بِكُمْ ثم قال الله سبحانه وتعالى فقد كذَّبتم ختام لهؤلاء الكفرة لهؤلاء بعدما ذكر في هذه النذارة والبشارة والرسل والقرآن وغير ذلك وهذا البيان فقد كذَّبتم أيها الكافرون فقد كذَّبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما عليكم مقتضيا لهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة ويدخل في ذلك دخولاً أولياً عذابهم يوم بدر فالخطاب يا أخواني هنا توجَّه من الذكر كأنه كان يعرِّض أي أقول عباد الرحمن هذه صفاتهم لكن هل أنتم اتصفتم بهذه الصفات؟ كلا ولذلك التفت إليهم كأنه عرَّض بهم ثم التفت إليهم فقال فقد كذَّبتم يا من سُقنا لكم في هذه السورة الحجج والبراهيم فسوف يكون جزاماً أن يكون عذاباً ملازماً لكم يوم القيامة سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا وتقطيرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين